مبارح كان فيه خبر مهم جداً أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي وهو إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرمة وده ابتداء من شهر سبتمبر ده بيجي ضمن جهود الدولة الكبيرة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر اللي بتحتاج مساعدات مادية لتأمين احتياجاتها الأساسية الحقيقة وجود خطط زي دي بيساعد في مواجهة مشاكل كتير زي البطالة والتمكين الاقتصادي الدولة مش بس بتدي دعم نقدي للأسر المحتاجة لكنها كمان بتحاول تخلق فرص عمل وتحسن من ناحية الظروف الاقتصادية لهذه الأسر بحيث أنها تقدر تعتمد على نفسها في المستقبل ويتحقق ما يعرف بالتنمية المستدامة ده صحيح يا محمد والحقيقة النديم مش أول خطوة الوزارة كمان ضافت 123 ألف أسرة خلال شهرين يوليو وأغسطس والفكرة أن الحكومة بتحاول بالفعل توصل لأكبر عدد من المستحقين ده بيكون من خلال دراسات دقيقة جدا لقاعدة البنات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والحقيقة هي دقيقة جدا وكمان دورية طول الوقت عشان الدولة تقدر تتأكد أنه بالفعل هذه الأسر الموجودة بالفعل هي أسر مستحقة برامج الحماية الاجتماعية زي تكافل وكرامة من أهم المشروعات اللي بتشتغل عليها الدولة بتلعب دور مهم جدا في تحسين حياة الناس اللي بيعانوا من ظروف اقتصادية صعبة الدعم النقدي بيساعد الأسر دي على موجهة ضغوط الحياة المستمرة اليومية وتخطية طبعا بعض النفقات الضرورية كمان الحقيقة المهم في برنامج تكافل وكرامة أنه مش بس بيوفر دعم ماددي مباشر لكنه كمان مرتبط بشروط معينة زي على سبيل المثال استمرار الأطفال في التعليم الحفاظ على الرعاية الصحية للأسر المستفيدة وغيرها من الشروط والمعايير اللي لازم تكون موجودة ده بيضمن إيه؟ بيضمن أن الدعم اللي بيتقدم مش بيقتصر فقط على النواحي المادية أو المالية فقط لكنه كمان بيشجع على تحسين مستوى التعليم والصحة في المجتمع وبيضمن يا محمد للأسر حتى الأطفال اللي موجودة ضمن هذه الأسر أنها تتلقى تعليم جيد جدا وتتلقى كمان خدمة صحية جيدة جدا تليق بالمواطنة المصر الموظلة الاجتماعية جمانة زي ما بيقول كده بتتسع يوم ورا يوم كل شهر بنشوف إضافة أسر جديدة الحقيقة الاهتمام بالحماية الاجتماعية خطوة إيجابية بتساهم طبعا في تقليل الفجوة بين فئات مختلفة في المجتمع بتحاول طبعا تخفف العب على الطبقات الأكثر احتياجا والأقل دخلا النظام ده بيخلق نوع من التوازن المجتمعي بيساعد كده على توفير بيئة أكثر استقرارا على المدى الطويل ومرة تانية لو هنبص على الهدف من ده ايه او بيساعد على ايه وبيساعد في تحسين جودة حياة الناس وبيقلل من المخاطر المرتبطة بالفقر وفي جانب كمان مهم جدا الحقيقة محمد زي ما قد منتكلم في البداية انه مش بس بتبقى مساعدات عينية او مادية لكن ايضا بيبقى فيه مساعدات متعلقة بانه الاسر دي تقدر تبدأ مشروعات صغيرة تقدر تبدأ عمل جديد لها وتفتح باب رزق جديد لها عشان كمان مش بس القسر دي تستفيد واطفالها كمان يستفيدوا لا عشان كمان القسر دي يمكن بعد فترة كبيرة كمان او بعد فترة حتى من المشروعات دي وبعد فتح باب رزق كمان فيه مشروعات او فيه قسر تانية تقدر تدخل ضمن هذه القائمة فيستفيد اكبر عدد ممكن ويمكن الحقيقة خلينا نقول انه اللي بنشوفه دلوقتي ضمن برنامج تكافل وكرامة يا محمد خلينا نقول انه مسح وقت كده من لقيتكن دايما بنسمع كلمة انه الدعم يذهب لمن لا يستحق دلوقتي بالفعل الدعم يذهب لمن يستحقه مش بس من حيث الجوانب العينية او المادية لكن كمان فكرة انه يبقى فيه مشروعات جديدة فتح باب رزق جديد عايز اقولك جمالة نقطة مهمة جدا نانسي قلتها هي فكرة الاسر المنتجة مفهوم ده مفهوم مهم جدا ان الاسرة تقدر تكون اسرة منتجة مشروع صغير او متناهي الصغر المشروع ده بيكبر بيتحول الى مشروع متوسط بيفتح ابواب رزق كبيرة جدا لناس كتير فنبتدي بالاسرة الاسرة البسيطة ممكن نعلمها مهارات في اي مكان في اي قرية المهارات دي ممكن تعود بالدخل الاقتصادي الجيد عليهم وتحسن من ظروف الحياة مشروع مهم جدا بنتبسط قوي كل يوم لما نسمع عن خبر جديد من وزارة التضامن الاجتماعي باضافة عدد جديد واسر جديدة من المستفيدين من تكافل وكرم ده ايه يا محمد لا احن طبعا بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة زي صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر